فرض ملك غليظ على حاشيته لعبة تقتضي اختيار أحدهم لتقليد صوت حيوان ما ومن يضحك الملك منهم ينجو ومن لا يضحكه يرمى به في قفص الكلاب الجائعة قرر كبير الوزراء تلقين الملك درسا لن ينساه فذهب واعترض على لعبته البلهاء فاغتاض الملك وأمر برميه على الفور في قفص الكلاب الجائعة فقال له الوزير ألا يضحكك يا مولاي أن ترى وزيرا يخدم كلبا فرد الملك طبعا فقال الوزير اسمح لي إذن بخدمة الكلاب عشرة أيام ثم ارمي بيه طعاما لها وافق الملك وانقضت المهلة وحان وقت تنفيذ الحكم ليصدم الملك بالكلاب تنبح وتقفز تحت قدمي الوزير ماذا فعلت لكلاب الشرسة قال الملك فرد الوزير الكلب لا يعض يدا أطعمته لعشرة أيام بينما هناك بشرا لو خدمتهم لعشرة سنين قد تجد نفسك يوما طعاما لكلابهم وهنا يكمن الفرق بين أصيل وخسيس أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله